ما عادش لك حجة لو مش فاضي او ما لكش مزيق تعمل فيديوهات جديدة اليوتيوب جاب لك الحل لو عندك فيديوهات قديمة وما خدتش فرصتها للظهور لاي ظروف ايا كانت برضو تقدر تعيد هيكلتها تاني برضو لو عندك فيديوهات من اللي هي الفيديوهات الرائجة وعايز تعمل منها اجزاء تانية او تقص من نفس الفيديو ده اليوتيوب جاب لك الحل لو متعود مثلا على ان انت تنزل فيديوهين في الاسبوع ومش قادر تعمل برضو اليوتيوب تقدر تعمل الطرق دي ان انت توافي المستوى بتاعك او تزود عليها وتمشي بكل سهولة بدون مجهود تقدر تخليهم مثلا تلت فيديوهات او فيديوهين في الاسبوع على حسب بيانات قناتك زي ما احنا قلنا قبل كده تقدر برضو تعمل احادة هيكلة لفيديوهاتك اللي دي ما تاخد جزء من فيديو معين تمام وتضيف مقدمة وفي النهاية بس بحيث المقدمة او النهاية الفيديو ده ما يكونش متعدد ثلاثين ثانية ويكون فيديو عادي كل الموضوع ده ده تحديث جديد حصل في اليوتيوب تعالوا نشوف كده الاول من بداية المنشور القديم بتاع انشاء المقاطع وقدرتها القديم تمام قبل التحديد كان عبارة عن ايه ان انا ممكن اخد او اقطع اقتصاص جزء صغير من فيديو او بث مباشر ومشاركته مع المستخدمين ازاي بعد ما بقطع الجزء بيروح هنا بيقول لي ايه اهو نسخ الرابط يمكن نسخ الرابط هو بس انت بتبقى عبارة عن مشاركة رابط ده القديم يعني القديم كدت اقطع الجزء كده تمام واخد انسخ الرابط هنا بعد ما اقطع الجزء اللي انا عايزه ده تمام وخلاص اهو انكر على مشاركة المقطع بس وشاركه بقى بأي حاجة هو عبارة عن رابط لكن اليوتيوب نزل التحديث الجديد وقال لك بقى مقاطع الفيديو في ستوديو يوتيوب اللي هو الالكتروني او الايه او من الكمبيوتر يعني يعني سواء من الكمبيوتر او التليفون من كروه تمام بقول لك بامكان صناع المحتوى استخدام اداة مقاطع الفيديو لقص مقاطع جذابة بسهولة من فيديوهاتهم الطويلة الفيديوهات الطويلة تقدر دلوقت تقص منها جزء بس يكون المقطع اللي هو يعني في ان بعض الناس مثلا بدأت في الفيديوهات القديمة كان زمان بيعملوا الانترو او يقول شواف المقدمة كده كلام فاضي وكده من اللي هو ما بيشد ممكن تاخد الجزء اللي بعد ده تنزله كفيديو جديد عادي تمام بقول لك ونشرها على الفور كفيديوهات منفصلة فيديو تاني خالص تمام تتوفر هذه الاداة لمين بقى لجميع صناع المحتوى كل صناع المحتوى لهم الفرصة دي وفيه كمان وفي جميع الفيديوهات اي فيديو تمام كيفية الانشاء هنشرحها دلوقت حتى هنا من الفهم ذات يعني هو بيقول لك بعد ما توصل كده يختار لها من النص من كلمة حاجات كتير مش عايزة تطول في الشرح ده سيبلك الرابط ده برضو ان شاء الله تتصفحه يعني هيكون فيه صندوق الوصف تمام النص هي اداة بقول لك ملاحظة النص ده ده النص ده برضو تمام مش مشكلة على النص هنشرحه برضو احنا بنشرح بطرق عملي اللي كان فيه هنا سؤال بس مهم جدا 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 اللي هو الربط تمام انشاء فيديوهات تماشي الفيديوهات قصيرة الفيديو اللي بيطلعوا يا جماعة في الوقت الحالي تنشئ الاداة الفيديوهات بتنصيق 9-16 اللي هو الفيديوهات اللي هي الايه اللي بالعرض بس تمام مش الفيديو اللي بالطول يعني بنزل على فيديو عادي مش فيديو شورتس تمام طيب اهم سؤال هل ستفرض عقوبات بسبب انتهاك حقوق طبع وناشي يعني انا هاخد مثلا محتوى معادة استخدامه او محتوى مكرر انا الفيديو بكرره هو فحل اعادة استخدام المحتوى الخاص بي ده او اعادة تحمله كمقطع لا لن تفرض اي عقوبة بسبب استخدام محتوى قنات في مقطع ده خلاص يعني هي بس حاجة حاجة روحة تعال نشوف كده مع بعد ندخل كده على اللوحة البيانات من كروم وبنختار المحتوى نطولنا جدا في الشرحة انا اسف المقدمة كان مفيد ندخل على طول ندخل كده على المحتوى وبنختار هنا مثلا ننخد الفيديو بتاع مقطع دعائي ازاي تعمل مقطع دعائي للعرض الاول والبث المباشر انا عايز اقطع منه مثلا جزء تمام هنوضت على علامة المقاطع هنا وبقول له انشاء مقطع ممكن اقسمه فيديوهين على فكرة يعني هو مقسم لفيديوهين عندي بقى الطرق اللي هو كان بيشرحها في المقالة ممكن انا احرك من هنا ده اخر احرك من هنا كده السهم كده او كده تمام هنا واقول له الضبط كنهاية انا بعمل شغل عشوية بس انت هتدقى بقى في الكلام طب الكلام ده جي من اين؟ الكلام ده جاي من ترجمة الفيديو تمام؟ يعني لو ما ظهرش عندك هتضطر تروح ان انت عند الترجمة وتتأكد ان انت بس هتفعل حتة الترجمة اللي فوق ده امسك من اول هنا واقول له الضبط كبداية اهو وانا هنا تحت الصورة دي عندي حاجة اسمها اي اعداد العرض الاول او اضغط عليه اضغط على كلمة تمام ده واقول له الضبط كنهاية انا بدأت كده قطعت الجزء ده ده بالنسبة لي اخدت الجزء اللي هو تحكم او الانشاء العرض اللي هو المقطع الدعائي فين في العرض الاول ممكن اقطع منه كمان جزء تاني واقول له برضو بالنسبة للبث مباشرة اعمله اضيفه مني تمام؟ طيب بعد كده اعمل ايه؟ ممكن عندي هنا اضافة مقدمة واضافة خاتمة ممكن قبل الفيديو ده احط مقدمة لي وفي اخر الفيديو احط مقدمة ده لو انت حابب عمتا في اختيار المقدمة يعني لو ضغطنا على اختيار اهو فيديو تقديمي مثلا بيفتح لك الفيديو تقول لك يجب ان تكون مدة الفيديو التقديمي اقل من 30 ثانية يرجى الاختار ما بين الفيديوهات المؤهلة او تحمل فيديو جديد ممكن انت تحمل فيديوهات تانية بقى تمام؟ او تجاهز عندك فيديوهات حتى لو سيقبها غير مدرج مش مشكلة ايه 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 ده ايه بتعملهم ايه؟ 30 ثانية اقل من 30 ثانية كبداية او انهها لو انت حابب تعمل ده يعني لو انت عايز تضيف اضافة للفكرة دي يعني أنت هتقطع الجزء ده وعايز تضيف كمان إضافة يعني عايز تضيف المقدمة أول مثلا في الحتة ده هندخل مثلا على كروم بالطرقة دي عايز توصل للنقطة دي مثلا وتكمل اللي تحبه والخاتمة برضو لو عايز تضيف حتة تانية هنا كنهاية معلنة من كل ده أنت طبعا هتجرب وتعمل ده كله وعمل إنشاء مسودة فعندي هنا المدة بقت دقيقة و21 ثانية فعندي هنا أول ما بعمل إنشاء مسودة بفتح لي كأنك بتحمل فيديو جديد جدا كاتب لي until the video يعني فيديو هنا بدون عنوان أكتب أنا العنوان اللي أنا عايزه والحاجات دي طب أنا أعود أكتب ممكن أكتب إيه إعادة استخدام التفاصيل إعادة استخدام التفاصيل إحنا نبحث أنا مش فاكر كان الفيديو إحنا كنا بنعمل إيه فيديو إيه إيه الله من صلسنا وحبا كان إيه جدعيان حد يفكرني حد يفكرني آه فيديو دعائي هنكتب بس دعائي كده عشان يظهر لي أهو هو ده وأخد ده كده كاتب لي هنا الوصف كيفية إضافة مقطع دعائي للعرض الأول والبث المباشر ده العنوان والوصف هو نفس الوصف الثاني وقوائم التشغيل ممكن أنا أشيله من قوائم التشغيل مثلا ممكن العلامات ألغيها عايز العلامات أسيبها سيبها لغة الفيديو زمية إنشاء لميكسات ممكن أقفلها ممكن أسيبها الفئة دي كله حاجات ممكن أنا أتحكم فيها أقفل الوصف أو أفتحه اللي أنا هاخده منه أسيبه أو زي ما هو أنا هسيبه زي ما هو وأروح أقول له هنا كيفية إضافة مقطع دعائي للعرض الأول احنا شرحنا بس في الجزء ده العرض الأول أنا أشيل البث المباشر ولاجع برضو بالنسبة لي الوصف وأشيل كلمة البث المباشر دي خلص لأنني لم شرحتش أنا بث المباشر فلازم برضو الوصف مع العنوان ما يكونش حاجة أحنا كده يعني ما فيهاش كدب يعني تمام ده ده الفكرة نفسها هنبقى نزبط الكلام ده بعدين عشان ما نطولش الفيديو وبعد كده عندي تحيي الربح ممكن أفعل على تفعيله تفعيل الربح تمام مفعلة لو هو عشان هو أقلم من 8 دقيق طبعا ما فيش ومدى ملقامت الفيديو نفس الفيديو التاني بالزبط نفس التاني جدا ما فيش حاجة بقول له ما فيش لا شيء مما سبق وأعادت التقييم تمام عناصر الفيديو برضو نفس الفكرة التانية بالزبط هي بس قفل عشان المدة قليلة أو لسه بيتعالج تمام لا عشان المدة قليلة وعمليات التحقق هو لسه هيبقى يحقق يبحث يعني لو فيه جارة عديل الفيديو لو فيه أي حقوق هيظهر لي ومستوى العرض لزي ما احنا قلنا تعودنا دايما لازم أي فيديو أنشئه أسيبه يا إما غير مدرج يا إما خاص يا غير مدرج يا خاص ما عملش الفيديو عالني أول ما نشره أي فيديو أي أن كان ياخد وقته وبعدها أفتحه عم يخلص حتى الدجار معالجة التعديلات للوصول للدقة دي عمالية التحقق لسه ماشي ده بس نعمل ده ننتهي من الحتة دي وأقول التالي وخلاص واضف ممكن أضيف له صورة مصغارة أعمل اللي أنا عايزه بعد كده تمام بقى فيديو عند منفصل تماما لو أنا خرجت من هنا هو موجود في المقاطع بتاع الفيديو ده بس لو أنا خرجت من هنا كده تمام وبقى فيديو الوحد هو قد التحقق لسه بيتحقق بفيديو عادي جدا غير الفيديو الأولين ممكن أن أدخل على الفيديو الثاني اللي احنا كنا عليه واخد بقى مقطع دعاء للعرض الأول يعني ممكن ينفع أن أنا لسه على الفيديو ده وضغط آخره كمان أرجع كمان رجع مثلا تمام أنا هنا مثلا على الفيديو خلص وبعد وبرح على المقاطع بلاقي الفيديو ده اللي أنا عملت مقطع ممكن أعمل إنشاء مقطع تاني ممكن الجزء التاني بتاع البث المباشر ممكن أعمل على ده بس نعمل تجاهل عشان الشرح كفاء على كده تمام ده كل الموضوع بسيط التحديث جميل جدا والله تحديث روعة هينفعك في حاجات كتير وأسف للإطالة بس الموضوع بجد شاق يعني أنا كلمت عنه في البث المباشر بتاع البارح مش فاكر كلمنا عنه قبل كده يعني حتى في أنا يعني بعمل بعض التجارب حتى عليه يعني من ضمن ده حساب تاني ده فيديو أنا عملت منه شورتز من الفيديو بالوضع العادي من التليفون وبتدخل ريميكس بتاخد الفيديو شورتز منه عادي وعملت برضو منه المقاطع ده في مقاطع تمام بس أنا كنت عايز أحاول لو أنا حزفت الفيديو الفكرة نفسها لو أنا حزفت الفيديو القديم ده لو اتحزف ايه اللي يحصل فيه ده المقاطع ولا أنا اوخد ها منه تمام ولو جينا للإحصائيات هنا او كده هتلاقي هنا الريميكس بس لسه ما ظهرش شوية تمام لو أنا أقصد لو حزفت الفيديو ده ايه اللي يحصل هو لو أنا حزفت وانا جربت قبل كده من شوية على فكرة حزفت حاجة بس ما تحزفش بس أنا بصراحة كنت استعجلت وحزفت التانيين وما تحزفوش فالنتيجة النهائية أنا هقولها لكم في أي وقت بقى في البطن مباشر يعني هل هل اخذ وقت وتتحزف ولا هيفضل زي ما هو بقدامي ما تحزفش يعني لو عملت الحسف وادرك ان هذي الحسف وعملت الحسف هنصرع الفيديو في النقطة دي شوية بردو بس ده ايه ده الفيديو الاساسي هو اللي هتحزف هل اللي انا استخدته منه ده هيتحزف وقال الشورتز ده انا اذا كنت جربت ولي كده ما بتحزف واحيانا الناس بتقول بتحزف بس هنشوف برضو بالدليل النقطة دي ونجرب تمام اول ما اوصل لحل ان ده تحزف او لا هؤرّف كم بس هو اللي قدامي برضو ما تحزف يعني لو الفيديو القديم اللي كان حصل لك فيه او اي حاجة وكده ممكن ناخد الجزء اللي اي 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 اشغل الجزء المزدهر او الافضل وعمله تمام والبقية الفيديو اللي هو لو فيديو ميت مثلا فيديو ضارب برضو معاك يعني لو الفيديوهات الرائجة او اضعف الفيديوهات لو انت حس ان الفيديو له قيمة خصوصا الفيديوهات اللي لسه شغلة دلوقت يعني انا مثلا لو جيت هنا مثلا اي ده ينفعنا في الفيديوهات القديمة اللي ما اشتغلتش يعني في فيديوهات قديمة طبعا او من زمان بس لسه تنفع حاليا يعني مفيش حاجة اتغيرت عليها مفيش اي سياسات اتغيرت عليها زي كيفية تصميم صورة المصغرة ده لسه حاجات كتير تقدر تشتغل عليها تمام مثلا الناس كان في فيديو هنا اللي هو بتاع اضافة البنكود تمام في ادسنس لا ده كان في طريقة اضافة الحساب البنك مثلا كان في اخر الفيديو زي ما قلنا اللي هو السوف تكود للبنوك اللي المفروض نضيفها زائد أرقام خدمة العملك وأن ممكن ناخد الفيديو ده ونعمله الجزء الأخير بس كفيديو مستقيل اللي بقى ده ينفع يعني كنا دايما نحط الرابط ده فهي حاجة لو حد عايز كفكرة يعني وعايز يرجع للنقطة دي وياخد ها بالضبط هن شاء الله بقى سيبها لكم فيديو وبرضا أعملها لكم حاجات كتير من الأمور عليها حضراتكم في تعليقات أو إن شاء الله نعمل عليها فيديو أو برضو في حلقات البث المباشر عند الفيديو الأساس هو تحذف والفيديو التاني اللي أنا عامله من الاقتطاع لسه زي ما هو والفيديو الشورت لسه زي ما هو لو إن شاء الله في أي فرصة تانية هبقلك على النقطة دي تمام بس ونقول في أمان الله السلام عليكم ورحمته وبركاته ونسف جدا للإطالة أسف جدا كمان مرة في أمان الله